اختتمت دورة الخريف للعام الحالي من معرض أجهزة إلكترونية الاستهلاكية ومنتجات تكنولوجيا المعلومات جايتكس شوبر 2014 والذي استمر لثمانة أيام بين 27 سبتمبر إلى الرابع من أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي وقد حقق المعرض زيادة في عدد الزوار بنسبة 15% مقارنة بالعام 2013 الذي زاره 210 ألاف زائر كما حقق زيادة في المبيعات بنسبة 10% وتم طرح ما يزيد عن 30 ألف منتج بأسعار مغرية علاوة على الهدايا والعروض الحصرية التي قدمتها كبرى الشركات حصريا وقد شهد المعرض مشاركة متجددة من أسماء لامعة في عالم الإلكترونيات الاستهلاكية بالإضافة إلى شركات وعلامات تجارية تشارك للمرة الأولى في الحدث وقد أعرب زوار جايتكس شوبر 2014 عن خيبة أملهم من عدم توفر هواتف آيفون 6 لدى باعة التزيئة لمشاركين في المعرض إذ كانوا يتوقعون الحصول على الهاتف منذ لحظة افتتاحه لكنهم صدموا بنفاذ الكمية بعد الإعلان عن طرعه بساعات فقط وستشهد الدورة المقبلة لمعرض أسبوع جايتكس للتقنية المقاررة مع عقادها في دبي بين الثاني عشر والسادس عشر من أكتوبر الجاري قفزة كبيرة عبر مشاركة أكثر من ثلاثة ألاف وسبعمائة شركة عارضة من إحدى وستين دولة وتأتي هذه الزيادة منسجمة مع توقعات شركة الأبحاث العالمية جارتنر بنمو الإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة بنسبة 8% هذا العام مقارن ثم مع 2% لنظيرتها العالمية ويظهر الإنفاق الكبير على مستوى المنطقة في هذا القطاع على اهتمام المتزايد بالمحاول الأربعة التي يركز عليه أسبوع جايتكس للتقنية والابتكار الذكي والحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة والتقنيات المتنقلة والتي من المتوقع أن يتسارع الإنفاق الإقليمي عليها في السنوات القادمة ويعتبر سوق تقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة جاهزا للنمو من 15 مليار دولار متوقعة في عام 2014 إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2020 وذلك بدعم من الاستثمارات الإقليمية الواسعة في التقنيات الذكية والإنفاق على مشاريع البنية التحتية من القطاع الحكومي أكبر القطاعات المتخصصة وأسرعية نموا بحسب شركة IDC للأبحاث شكرا